اشتركوا في القناة وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع باضافة ايادات تخصصية لخدمات وحدات رعاية الاساسية على مستوى الجمهورية كما وجه بعقد مؤتمر سنوي باشتراك كافة الخبراء لتناول الاوضاع الصحية وموقف الخدمات والمبادرات خاصة ما يتعلق بتقديم خدمات تنظيم الاسرة كما وجه رئيس السيسي بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من مشروعات القطاع الصحي وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الاعمال العام بكافة مكوناته بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية وذلك في ضوء اهمية وقيمة قطاع الاعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة في مصر واخذ الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الاعمال العام تناول امتابعة خطة اصلاح وتطوير شركات قطاع الاعمال العام وحسن ادارة الاصول التابعة لها اطلع الرئيس السيسي على المخطط الشامل لاصلاح وتطوير شركات قطاع الاعمال العام وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلع أيضا على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع فضلا عن تحديث الألات والمعدات بالمصانع والتطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار كما تابع الرئيس السيسي مستجدات تطوير شركات نصر السيارات في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تمتلكها كلف رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع وإخلال ترأسي اجتماعا لمجلس المحافظين أكد مدبولي طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين المواطنين أكد طرحها بالأسواق العادلة التي تم توفق عليها وفي ملف آخر أكد رئيس الوزراء أهمية التعريف بمزايا قانون المحال العام الجديد وضرورة قيام المحافظين بحصل المحلات المرخصة وغير المرخصة والعمل على تفعيل القانون الجديد كما كلف رئيس الزراء بالتعامل بكل حسم مع أي مخالف بالتعدي على الأراضي الزراعية وإيقاف الدعم التمويني المقرر له ودعم الأسمدة أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الرابعة عشر والخمسة عشر من قوافل ستر وعافية لأهالي عدد ابن القرى بمركز إسنة بمحافظة الأخصر ويأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية تنفيذا لتوجيهات الرئيس سيسي بدعم الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم وتتضمن القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفع الشتاء من مؤسسات التحالف بجانب إقامة معرض لملابس بأسعار منخفضة وغيرها من الأنشطة يستضيف الأردن اليوم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية لبحث التحديات التي تواجه العراق ودول الإقليم بمشاركة عربية ودولية واسعة وبشكل المؤتمر الذي يوقد في منطقة البحر الميت فرصة للبحث في سبل حشد الجهود الإقليمية لتحقيق استقرار المنطقة والتي تواجه تحديات مشتركة تقتضي التعامل معها على أساس الأمن المشترك والمصالح المتبادلة ويبحث المشاركون في المؤتمر أيضا التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم نهاية الموجز والمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظهراء الشاشة هذه تحياتي لأي عبازة شكراً عطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة